موسيقى مساء الخير الدنيا أكيد لسه عيد وأكيد لسه في ناسنا وأهلينا وشعبنا لسه الناس بتعيد يعني لسه الأجازات موجودة والناس أعتقد على خلاص يوم الحد رسميا الناس تعود إن شاء الله إلى العمل لكن في ناس زي حالتنا خلاص نزلت وبدأ العمل بالفعل وبدأنا نشتغل لكن ساعات وإنت في العيد تتابع باقي العالم فتلاقي إن العالم الأزمات مازالت متواصلة الدول بتحاول إنها تقف على رجليها وتساعد مواطنيها في الفترة من يومين أو أول إمبارح تقريبا لقينا كده تصريحات من بريطانيا من مطار هيثرو تحديدا وإنتوا عارفين إنه مطار هيثرو من أكبر المطارات الموجودة في بريطانيا وهو المطار الرئيسي الرسمي يعني طبعا فيه مطارات تانية رسمية ورئيسية ولكن ده المطار الرئيسي اللي فيه حركة كبيرة جدا للطائرات ففجئنا بهذا البيان من هيثرو اللي بيعلن فيه بإنه يعني مش هيقدر يستوعب السعة بتاعته أكتر من مئة ألف يعني راكب أو مسافر لإنه عنده مشكلة كبيرة في مسألة استلام الحقائق المشكلة جات من إيه؟ من وقت كورونا يعني تم تخفيض عدد الناس اللي بتشتغل في المطار وبالتالي بعد أزمة كورونا الناس ما رجعتش بنفس الأعداد لأنه دخلوا تانية في الأزمة الخاصة الأوكرانية الروسية فالأعداد العاملين قليلة وبالتالي فيه هرج ومرج دائما في المطار والحقائب واللي بتضيع فقرر مطار هيترو إنه يطلب من كل شركات الطيران في العالم إنها تقلل من رحلتها أو تقلل من يعني الطيران ما تبقاش مليانة على الآخر يبقى فيه أعداد أقل عشان يقدر يستوعب طبعا كل شركات الطيران الآن بتراجع تذاكرها بتراجع رحلتها وللأسف طبعا ده وقت مفروض إنه شركات الطيران ده بنسبالها ده وقت عالي جدا سيزون بالذات في أوروبا ويعني حتى عندنا بنسبالنا في منطقة الشرق الأوسط هي برضو وقت الأجهزات اللي هو شهر سبعة وشهر تمانية هم الحقيقة علقوا ده وقالوا إنه هم طلبوا من شركات الطيران إنها تتوقف عن هذه يعني يقللوا من الاستيعاب عشان يقدر يستوعب كل الرحلات اللي بتبقى موجودة أحيانا في وقت واحد وده هيكون لحد منتصف سبتمبر تقريبا أنا فاكرة من شهر ديسمبر أنا رحت بريطانيا وقعدت مثلا على الجوازات أكتر من ست ساعات علشان برضو عدد العاملين قليل ما كانش مستوعب كل الناس فيبدو إنها مشكلة بتحاول مطار هيترو بتحاول بريطانيا بشكل عام إنها تعود وتتعافى الأزمات طول الوقت أنت بتقراها في العالم إن كلنا عايشين في النهاية في دايرة واحدة فاللي بيحصل هنا أكيد بيأثر علينا برضو من بعيد أو من قريب ولكن كلنا في نفس الدائرة طيب العالم كله زي ما قلنا بيعيش تحت أزمات كمان اقتصادية كتيرة كل العالم وحكومتها بتعمل إجراءات وبنسبة عدده إجراءات سارمة وقصية علشان تواجه تبعات الأزمة اللي احنا عايشيني زي ما شفتم الفترة اللي فاتت أغلب دول العالم اضطرت إنها ترفع أسعار الطاقة والوقود وإحنا متابعين بالذات في أوروبا عندهم مشكلة كبيرة جدا يعني حتى الآن يقولك إحنا هنعمل إيه في أسعار الطاقة وهنعمل إيه في الطاقة أصلا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية بالذات مع قدوم فصل الشتاء يعني لسه عندهم مشاكل كتير بعض الدول كمان كان عندها أزمات أكبر وكبيرة جدا في توفير الغذاء يعني إنه الغذاء يبقى متوفر وتبقى كل الحاجات متوفرة شفنا معاكم وقارينا أكتر من مرة إن ألمانيا مثلا بتطالب الناس إنه يتوقفوا عن التخزين فرنسا نفس الشيء ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات مش موجودة يعني أنا كنت كتير جدا أضحك لما أوروبا يقولك إيه أنا مش لاقي الماكرونة دي أنا مش لاقي الرز ده مش موجود يعني عندهم نقص في حاجات كتير كل ده بينعكس على العالم كله مش بس على أوروبا وعلينا إحنا كمان إحنا جزء من العالم أكيد علشان كده السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجه اليوم كلمة للمواطنين خلال ترأسه الاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وبصراح هي كلمة جت في وقتها علشان نفهم كمان إيه اللي بيدور حوالينا تصرحات كثيرة قالها رئيس الوزراء ولكن اسمحوا لي كده نستعرض معكم أهم ما جاء في كلمته وحتى علشان نشرح مع بعض للي ما تبعش الكلمة أكد مدبولي أنه رغم تحريك أسعار الوقود بالأمس إلا أن مصر لا تزال أحد أرخص الدول في أسعار المحروقات وطبعا ويمكن وضح أن إحنا أقل في 20 دولة إحنا من أقل الدول العشرين ووضح أنه ميزانية الدولة لا تزال تتحمل أعباء الارتفاع العالمي في الأسعار لأنه أكيد إحنا مع باقي الدول أشار أيضا مدبولي أنه متوسط سعر السولار على الدولة خلال الثلاث أشهر الأخيرة وصل إلى 11 جنيه للتر يعني الدولة كمان هي بتدعم وبتساعد في سعر السولار وأيضا يتم بايعه بستة خمسة وسبعين جنيه أي أن الدولة تتحمل أربع جنيهات وربع شدت مدبولي أيضا على أن الدولة ما رفعتش ولا زودت أسعار المنتجات البترولية إلى الضعف زي ما حصل في معظم الدول وده حقيقي حصل في معظم الدول أن الناس صحة الصبح لقيت أنه الضعف زاد يعني الزيادة ماشية مع الحكومة بتحاول أنها تمشي بشكل معقول يتناسب مع يعني دخول الناس وأيضا مع الوضع الخاص بينا وشيلا كمان إلى أن سعر برميل البترول ارتفع من 60 دولار إلى 120 دولار بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية أكد رئيس الوزراء أن أقصى زيادة في أسعار تعريفة المواصلات لأنه طبعا نتكلم كتير النهاردة على المواصلات ستكون 7% سواء للنقل الداخلي أو بين المحافظات ووضح أن الحكومة عقدت اجتماع مجلس محافظين لمتابعة تطبيق الزيادة وذلك لطمأنط المواطنين طبعا لازم يكون في حركة واجتماعات ما بين المحافظين علشان يبقى فيه تنسيق خاص بالنسبة للأسعار رئيس الوزراء أشار أيضا إلى أن الحكومة أجلت زيادة أسعار الكهرباء لآخر السنة علشان تخفف العبق على المواطنين كان مفروض أن أسعار الكهرباء تزيد في نفس التوقيت لكن تم تأجيلها إلى آخر السنة علشان يبقى فيه كمان طمأنة ويبقى فيه كمان دعم وفيه سند للمواطنين كلنا في النهاية يعني مواطنين وشعب واحد والحكومة ما هي معانا برضو يعني بينطبق عليها نفس الشيء دكتور مدبولي كمان يعني أشار وأكد أننا رغم كل هذا لم نشعر بأي أزمة في الغذاء ودي حقيقة حضرتك النهاردة بتدخل السوبر ماركت أو بتسافر ناس كتير موجودة على الشواطئ على السواحل في أماكن كتير في مصر وأكيد مش حاسين بأي نقص في أي مخزون استراتيجي موجود عندنا كمان أكد أنه مخزوننا الاستراتيجي من السلع حتى اليوم وحتى اللحظة يكفي ستة شهور وأن الدعم التمويني حيزيد 90 مليار جنيه رقم كمان الحقيقة واقف عنده سيد رئيس الوزراء أنا يعني اتخضيت من الرقم يعني إحنا يعني 250 مليون رغيف يوميا على مائدة المصريين رقم كبير جدا وطبعا الرقم ده بتدعمه الدولة حتى هذه اللحظة لو أنت بتتكلم على السنة كامر غيف فأنت بتتكلم على 100 مليار طبعا ده رقم كبير جدا فأنت تقدر تحط الأرقام دي جنب طبعا التعداد اللي موجود عندك فتعرف أنه برضو الدولة بتتكلف كتير جدا يعني لو جيت قلت الدولة بتقدم الدعم فأنت الأعداد كبيرة جدا فبالتالي بتبقى فيها إرهاق كبير جدا على الدولة وعلى ميزانية الدولة وعلى الموازنة في الآخر في النهاية زي ما قلنا الأزمة بنقتسم إحنا هذه الأزمة مع العالم كله إحنا مش لوحدنا إنت لو فتحت الجرائد أو المواقع الإخبارية المختلفة الأجنبية والأمريكية وغيرها فحتلقي كل يوم فيه تقارير خاصة يا إما بالتضخم يا إما بالأزمات وإزاي يحلوها وإزاي الناس تفكر لأنه في النهاية كلنا لازم نفكر ولازم نعرف نشوف هنعمل إيه ونتصرف إزاي هروح على تقرير التقرير الحقيقة يعني لوزارة الدخلية ولكن قبل ما أبدأ التقرير أو أتكلم عن التقرير أنا شخصيا عايزة أشكر وزارة الدخلية الرحلة بدأت معايا ومع أسرتي كده أنا وبنتي صغيرة وإحنا سايقين وفي طريق للساحل أنا حسيت أن الدخلية موجودة طول الطريق الحقيقة الناس موجودة بأعداد بينظموا الطريق ابتسامة مساعدة كمان طريق الساحل الطريق الشهير والكلام الكبير على طريق الساحل أنت يعني حتى لو أنت مش عارف يعني لسه طريق غريب عليك ولسه مش عارف تقرأ لوحات أو لسه مش عارف الدخلات هتلاقي الدخلية وقفة الحقيقة مجهود كبير جدا وقفين على كل الدوائر على كل المداخل على الكباري على كل الأماكن تحت الكباري طول الوقت هم موجودين طول العيد والحقيقة بيبزلوا مجهود كبير جدا وحتلاقي دايما وقفين حتى على الدوائر الصغيرة في يعني الشوارع الخاصة أو في الحراط الخاصة بالخدمات ما بين القرى السياحية علشان يقدروا يساعدوا الناس بقى حاجة واحدة بس احنا بقى يعني الشعب الناس احنا محتاجين بجد نغير من سلوك القيادة أو السواقة يعني هم عملوا على طول الطريق الخدمات يعني حطين حواجز عشان حضرتك لما تمشي بأمان وسلام فيبقى الحارة رايحة وحارة رجعة اللي بيحصل إنه العادة والسلوك السيء الناس تكسر الحاجات وتكسر ده وتدخل وهو طبعا يعني الدخلية وقفة على طول الطريق بس فيه أماكن الناس مش وقفة رغم كمان إنه هو محدد لك السرعة ستين يعني أنت بتمشي على ستين كيلو متر يعني سرعة بطيئة جدا فالناس لازم تلتزم بده علشان الطريق معمول لينا كلنا يعني الطريق لينا كلنا ولو أنت قسرت ده ما أنت هتعرض ابنك وبنتك وأهلك وناسك إنه حد حيجي فجأة في وشها غلط مع إنه مثلا فيه يوترن وفيه تلف الناس مش عايزة تلتزم ودي الحقيقة حاجة إحنا اللي مفروض نراعي نفسنا فيها وإحنا اللي نتكلم يعني لما تلاقي ناس الناس بقى تكلم بعضها علشان في الآخر أنا شايف الدخلية عاملة عليها وزيادة مش هقدروا بقى يحطوا على كل على كل مثلا عشرين متر حد واقف يعني إحنا فين يعني طيب قليلا نروح لتقرير الدخلية كلفت وزارة الدخلية تواجدها الأمني بمواقف سيرات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات وذلك لضمان التزام السققين بالتعريفة المحددة وده يأمن المواطن جدا ويطمنك إنه هما موجودين طول الوقت وكمان يمنع احتكار المواد البترولية مجهود كبير والدخلية بتبزل مجهود كبير بقى إن إحنا كمان كمواطنين نكون على قد المسؤولية حنكمل مع بعض التاسعة ولسه عندي فقرات في انتظاركم فقرات كتير إن شاء الله تقدروا تسعدوا بيها وناخد وندي كده فيها مع بعض نروح لتقرير الداخلية وبعدها نكمل فقرات التاسعة تفضلوا انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السيرة لتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحتدة وفحص شتاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياناً مخالفين موسيقى 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 فوست كلامنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية وعن الزروف العصيبة اللي بيمر بيها العالم في ظل الحرب على كورونا يعني كورونا عادنا إحنا كعالم كله يعني نحارب فيها أكتر من سنتين لكن الشبح كورونا بيعود من جديد ويخيم على الأجواء وبنلاحظ كمان الفترة اللي فاتت كان فيه شوية زيادة في معدلات الإصابة بكورونا كلنا حتى حسنناها على مستوى اللي إحنا موجودين صحيح إنه ما بقتش الحالات بشكل كبير ولكنها موجودة إحنا تعودنا وبقينا عارفين إن فيه موجة في الصيف كورونا وفيه موجة في الشتاء كورونا وكل شوية يعني بيحصل متحور وتبعنا هذا المتحور وما بقاش ده يعني أزمة لكن كمان لازم نرجع لما بيحصل ده اللي إحنا بننسى بقى كلنا خلينا متفقين إحنا بننسى كل الإجراءات وبننسى نعمل إيه وعلى الأقل في الأماكن المقفولة في الحاجات نفضل برضو ملتزمين تاني بالظروف عشان صحتنا وصحت أهلينا وصحت الناس اللي معانا يعني نفضل واخدين بالنا من الإجراءات الاحترازية مبارح دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم خط كده جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة فيه ناس هتقول تاني كمامة أيوا وده بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لأنه طبعا فيه مؤشر بيبين أن الحالات بتزيد الكلام ده طبعا لأنه التزايد في الإصابات أكيد كلنا لازم ناخد بالنا وده على فكرة بيزيد الأعباء على الحكومات وعلى الدول لأنه بيبقى مزيد من التأمين مزيد من الإجراءات التطعيم تاني والحاجات دي خلينا ناخد مزيد من الاستفسار وأيضا المعلومات مع دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان مساء الخير يا دكتور مساء الخير أتعشفك تحياتي لحضرتك فنظم ولمشاهدي حضرتك الكرام يا رب هنرجع نلبس الكمامة يعني خليني أخذ من كلام حقيقي اللي قلتي لأنه إحنا لما بدأت الجائحة قبل سنتين كان فيه عندنا استفاع في معدلات الإصابات والنهاردة العالم بيشهد أيضا ارتفاع في معدلات الإصابات بس الفارق ما بين من سنتين أنه إحنا ما كانش عندنا معلومات كافية عن المرض ولا عن طرق علاجه ولا عن طرق الوقاية منه وبالتالي كان هناك الكثير من الاجتهادات النهاردة بعد سنتين بقى عندنا أدوية واضحة جدا تم الموافقة عليها للتعامل بقى عندنا وسائل لمنع انتشار المرض واضحة جدا واثبتت نجاحا وبالتالي المفروض أنه قدرتنا على التعامل مع الانتشار الوبائي النهاردة بعد سنتين هي أكثر نجاحا وأكثر قدرة من خلال واحد واثنين وثلاثة التطايمات التي أثبتت نجاح شديد جدا في منع شدة المرض تقليل التحور تقليل معدلات الوفيهات تقليل معدلات الحجز في المستشفيات والحمد لله من حيث الثلاث حاجات دي احنا الوضع الوبائي عندنا مستقر جدا تبقى القضية نحن نصيحتنا لكل الناس اللي ما طاعمش يطاعم اللي طاعم جرعة واحدة وتكسر عن الجرعة الثانية يأخذ الجرعة الثانية اللي خد الجرعة الثانية ومضع عليه ستة أشهر وكان أقل من ستين سنة ومعندوش أمراض مزمنة يأخذ الجرعة التنشيطية اللي كان عنده سنه أكبر من ستين سنة أو عنده أي نوع من الأمراض المزمنة أو أمراض مقص المناع بعد ثلاث شهور يأخذ الجرعة التنشيطية احنا لا نتكلم لا عن ثالثة ولا عن ربعة ولا عن خمسة احنا نتكلم على جرعة تنشيطية في متوسط ستة أشهر لأنه ثبت أن المناعة المكتسبة من اللقاح أو المناعة حتى المكتسبة من الإصابة السابقة بالمرض بتبدأ تضعف في فترة من 6 ل 8 أشهر بالإضافة إلى اللحظاتي كلتي وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية زي الكمامة في الأماكن المغلقة في التجمعات في الازحام والتطهير المستمر للأيدي والأسطح والتهوية الجيدة والتغذية الجيدة أيضا طيب الجرعة التنشطية دي يعني هل هي إحنا نتوجه ولا هتبقى بنفس النظام المتبع من وزارة الصحة إنها هترسل رسالة بعد آخر تطعيم إحنا أحنا بقلنا فترة يعني تديد عن الشهرين النهاردة فاتحين كل مراكز سلاق اللقاحات لأي حد عايز يروح بيسجل وبياخد اللقاح على كله هو واقف ذا بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب اللي شغالة في أكثر من تمام المحافظات إحنا بنتحرك للناس لأنه دا يمتحك كده يعني الجائحة الآن هي جائحة غير المطاعمين أما المطاعمين فهم بأمان أكبر كثيرا من دخول المستشفيات ومن شدة المرض ومن الوفاة وده برضو أنا حرجع أأكد عليه حضرتك بتقول إنه الجائحة متزايدة بالنسبة لغير المطاعمين اللي هم لم يحصلوا على التطعيم فدي النصيحة إنه هم علشان ما يبقاش فيه يعني يعني يحصل أي مضاعفات من أي نوع بالنسبة لهم بالضبط يعني نحن الآن نتحدث عن شدة المراضة أو الاحتياج لكل مستشفيات تحتاج لكل إعلاقات مركزة لإعجابة التنفس الصناعي كل دا يمكن تجنبه من خلال التطعيم تقليل المضاعفات طيب يا رب ربنا يسلمنا ونلتزم أحسن بالإجراءات ونبقى في الالتزام حتى لا يكون هناك تزايد لأي موجة دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بشكر حضرتك شكرا جزيلا عايز أقول لكم حاجة بقى حلوة جدا الحقيقة أنا من الناس اللي بحب أتابع الفلك قوي وبحب أشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيحصل يعني من كام يوم كمان كان فيه ظهرة اكتمال القمر والشمس مع بعض ولما بيبقوا مع بعض إيه اللي بيحصل بس إحنا مش عارفين الكون في إيه من كام يوم كده بدأ يبقى فيه صور والصور دي انتشرت بشكل كبير جدا والصور خاصة بالكون إيه حكاية الصور اللي التقطتها وإهلة ناسا عبر تيليسكوب اسمه جيمس ويب وطبعا كل الناس والعلماء قالوا إنها صور ملتقطة في أزمنة ماضية تبعد تقريبا أربعة ستة من عشرة مليار سنة يعني متخيلين قد إيه الصورة زي ما انتم شايفينها يعني قبل ما كوكب الأرض نفسه يتكون الصورة دي بقت الحقيقة حديث العالم كله وتعليقات الناس كلها لمجموعة مرئية من خمس مجرات وألاف المجرات في الخلفية وتصورت بجودة جودة عليها جدا لكاميرا 150 مليون بيكسل والصور يعني زي ما انتم شايفين حتعرض تفاصيل لم يسبق لها مثيل شايفين المجرات أولا شكلها كميتها ألوانها متلقلقة ملايين من النجوم ومناطق بقى انفجار النجوم وأولادة نجوم جديدة حاجة حالة بديعة يعني أنت ما تشوف الصورة يتهيق لكن ده سمى كده قريب مننا ومنور بالنجوم لكن الحقيقة ده يعتبر فتح علمي غير مسبوق طرح تساؤلات كتيرة جدا وإحنا عايشين وسط أكوان موازية يعني فيه كذا كون الصورة دي مثلا مش عارفة هل ده كون وده كون صور الحقيقة فيها تساؤلات وفيه مخلوقات هل مثلا بيقولك فيه كون كده هيشوفوه إذا فيه ميا أو حاجات طبعا أنت طول الوقت ده فيه يعني فيه علم كبير قوي وفيه خيال من الناس أكبر فأنا بحب العلم وحب المعلومات والعلم والأرقام هي اللي أمشي عليها الخيال اللطيف بس لما يبقى فيه العلم فإحنا نروح للعلم معانا العالم المصري الكبير دكتور فاروق الباز مساء الخير يا دكتور أهلا مساء الخير يا شاب يعني أولا كل سنة وحضرتك طيب أنت طيبة الصورة أو الصور اللي العالم كله بيتساءل عنها وإن وكالة ناسا ورئيس الوكالة تحديدا طلع وشرح وتكلم كلمنا عن هذه الأكوان وفيه أكوان تانية ممكن تبقى موجودة بالفعل ده رضي عليك شك لأنك أنت شرحت الخصة كويس كده في البداية وده أكيد أننا نتفرج على عالم كان غير مفهوم لنا وغير مسبوك يعني أحنا الصور دي نشوف عالم لم نكن نعرف أنه موجود كان الصور بتاعت الكليسكوب بتاع جينس اللي متمه جينس ويد وهو أول رئيس لناسا وكان رجل عظيم جدا الصور دي بتورينا عوالم مش عالم بوحد يعني بعيدة كدا عنها لكنها موجودة في الكون ووجدت من البلايين السنين ومنظر رهيب جدا قد إيه الكون ماتعة وشاتعة حاجة 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 بديعة كمان يعني الصور بديعة يعني كأنها حفلة إحنا عملينها البشر يعني من كتر جمالها طب هي الألوان دي يعني دكتور الألوان الناس بتتساءل عن الألوان يعني الألوان الموجودة والمجرات الملونة هل هي ملونة ولا دا من تصوير التليسكوب لا دا هي كده ما هون لبقوا حاجة إذا ما يعرف يعني ملونة هون جد واحد لما بيشوف حاجة على طبيعتها بكده ملونة الحاجة اللي بيصورها التليسكوب هي بطبيعتها هي ملونة وجميلة جدا بهذا الشكل يعني لأن الكون واسع جدا وبديع للغاية ما دا واضح كمان قيل إن التليسكوب دا دقيق جدا 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 في التفاصيل والتصوير يعني بيطلع حاجات تفصيلية ممكن تدينا معلومات مستقبلية إحنا ما نعرفهاش لا في التليسكوب بتاع جيمز ويب دا متسمي على اسم رجل بتاع ناسا لأنه هو يعني في الحقيقة الأمرك منه هو اللي بادي ناسا ولديا أحسن حاجة عملتها ناسا أحسن مجموعة من العدسات اللي هي بتورينا الجمال بتاع الكون شكل ويب وبتورينا جزء من الكون لم نكن نعرفه من قبل معنى ذلك إن علوم الفلك هتتغير يعني علم الفلك نفسه هيبغير حاجات كثيرة جدا فيه لأنه احنا بنشوف حاجات الناس العلماء من الفلك بيشوفوا حاجات عمرهم ما كانوا يتوقعوها ولا يعرفوا إنها كانت موجودة فذا بيغير حتى فكرنا عن الكون طيب سؤال يا دكتور هل ممكن يغير فكرة النسبية بين الزمان والمكان أنا ما نعرفش إنه يغير الفكرة الفكرية لا أنا في الغالب لا لأن نحن ما نعرفش إيه في حقيقة الأمر إيه آخر الزمان وإيه آخر المكان يعني نحن عندنا فكرة دلوقتي عن ما هو المكان وما هو الزمان لكن في حقيقة الأمر هل هذه هي الحقيقة الواقعية ولا فيه حاجات كثيرة في الكون لسه ما نعرفهاش أنا في نظري إنه فيما زال حاجات في الكون لسه ما نعرفهاش غالس طيب وقيل إن الصور كمان يعني صورت في أزمنة قديمة جدا طيب بعد هذه النور اللي احنا بنشوف الوقت في الصور تي بعد هذا النور ده كان يبدأ يستع تلتاشر مليون سنة بليون سنة يعني إحنا الأرض ومجموعة الشمسية بتاعتنا أربعة ونصف بليون سنة إنما الحاجات في الكون من تلتاشر أربعتاشر بليون سنة فبعض هذه الأشياء كانت بدأت في الإنارة من بلايين السنين طيب هل ده كمان ممكن يغير كمان من رحلات الفضاء بقى بشكل عام يبقى لها يعني فكرة تانية استراتيجية تانية بحث آخر يعني يعني يحاولوا يكتشفوا لأنه قيل إنه فيه كون من الأكوان بيحاولوا وحطينه تحت الدراسة ربما يكون في حياة أو فيه أي ما أو أي شيء في الحاجات اللي احنا بنشوفها تلواتي أي وقت فيه أكيد يعني فيه شموس كتير جدا وبعض هذه الشموس حواليها كواكب بعض هذه الشموس اللي حواليها كواكب حولها كوكب أد الأرض تقريبا فما زالت عندنا احنا أو عند العلماء اللي بفكروا الحكاية دي احتمال قائم إنه احنا نلاقي شمس يعني أد الشمس بتاعتنا تقريبا حواليها كوكب يلف وحجمه أد الأرض وربما يكون الكوكب ده عليه حياة يعني في حقيقة الأمر ليس هناك مانع أبدا أن تكون هناك حياة على كواكب أخرى في وسط المجموعات الشمسية الرهيبة اللي احنا بتشوفها دي الأعداد البلايين البلايين طب عارف يا دكتور وحضرتك بتكلمني كده أنا يعني خيال بقى شوية خيال يعني في وجود عالم مسموح به يعني أنا تخيالت كده إنه فيه مزيعة تانية في كوكب تاني يعني كون تاني ومعاها عالم كبير زي حضرتك بيتكلموا عن الأرض يعني بيقولوا إنه ربما يكون فيه حياة بحتة تانية ده ممكن يحصل ممكن جدا يحصل ويقولوا إيه ده حتى فيه حياة فيه كوكب صغير كده حوالين حاجة اسمها الشمس والشمس دي معناها يعني مع إنها غلبانة خالص الشمس دي وسط الكواكب الأخرى الكواكب الأخرى قد الشمس ألف مرة طبعا فحتى الشمس الصغير دي حواليها كوكب وفيه ناس بلانمين أكيد طيب من خلال يومين كده كان فيه في مصر اكتمال القمر شفناه قمر جميل ومكتمل بشكل كبير جدا البيج مون زي ما بيقولوا عليه البيج مون وكان موجود قبل غروب الشمس فبقى عندك غروب في ناحية وعندك بزوغ القمر في ناحية برضو دي تغيرات يعني بقت بتحصل بشكل كبير وبقت متشافة قوي للعين المجرد لا ده مش تغيير الحقيقة الحاجات دي معروبة ومحسوبة احنا عارفين الأمر بتحرك إزاي بالزبط وحيبقى شكله فين بالزبط وقد إيه حيبان والتأثير الغلاف الجو بتاع الأرض على حجم الأرض وشكله ولونه فدي حاجات معروفة من الناس الفيزيائيين مدروسة ومعروفة أكيد يعني دكتورنا وعالمنا الكبير دايما بنتزود بكل معلومة بتقولها بس السؤالي الأخير ليك يعني انتباعك بعد كم الصور ده اللي نزلته ناسا انتباعك يعني مستقبليا يعني أو تصورك ادينا كده إيه اللي ممكن نسمع عنه قريبا أنا سعيد جدا بكل الحاجات الجديدة دي لأنه بيقول لنا أن الفكر في الكون مفروض يبقى واسع وشاسع جدا اوعا نقول أننا عارفنا حاجة معناها أن ما خلقه الله في هذا الكون شاسع جدا وواسع جدا وكتير جدا علينا أن نحن نقدر نفهمه كله فالكون شاسع جدا ولسه بنتعلم فيه معنى ذلك أننا في العلم الفلكي والجيولوجي وكل الحاجات دي ما زلنا نحبو يعني لزا بنتعلم نمشي وقدامنا حاجات كتير جدا نتعلمها معنى ذلك أننا لابد أننا نعلم نفسنا كويس عشان نفهم الحاجات اللي حتيجي مستقبلا لأن العلم ما زال يكبر وما زلنا نتعلم حاجات كتير جدا وأنا سعيد أن أنت يا شاب كيف تقول أن الحكاية في العلم والأهمية العلم لأن العلم مهم جدا ولازم نبقى قادرين أن احنا نستوعب أكتر في بعض الدول يعني يمكن أنا سألت حضرتك بشكل محبة كده عن البيج مون لكن في بعض دول بتطلع أو دول كتيرة بتطلع لما يبقى فيه هذه الطبيعة وهذا الاكتمال لقوا الصورة موجودة للبيج مون وموجودة على البحر والناس الحقيقة بتشوفه بتدي تحذيرات للناس وبتقول للناس إيه اللي ممكن يحصل وبتكلم الناس عن الطبيعة وإزاي ممكن يتعاملوا معاها وشكل الأمر والتغير اللي ممكن يعني يطرق على الناس يعني فهل أنت برضو مع أنه يبقى عندنا مزيد من العلم إنه طول الوقت نطبق هذه الأشياء اجتماعيا يعني لا بد أن نحن نتمعن في الكون يعني القرآن قال لنا كده والإنجيل قال لنا كده والتوراء قال لنا كده أن نحن لازم نتعمق في الكون عشان نشوف ما خلقه والله من حولنا فليس هناك شك أن كل ما نتعمق في الكون كل ما من يقترب إلى الله الخالق في حقيقة عموما أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا يمكن بمصادفة كنت سايق أمبارح على طريق كبير والبيجمون في وشي فبقيت بقى عمالها كده تخيلات والطريق فاضي فيعني الواحد لا يملك لما بيشوف الطبيعة غير إنه يشكر ربنا كتير جدا على النعم وعلى إنه بيشوف الجمال ده أنا بشكرك العالم المصري كبير دكتور فاروق الباز وتمنالك دايما كل التوفيق كل سنة وإنت طيب شكرا يا دكتور العلم العلم دايما حلو العلم دايما بيفسر الحقائق يعني أنا من الناس بحب جدا لما يطلع العلم وإن تبدأ أنت تفسر وتوازي الحقائق وتكملها طول الوقت بالعلم بعد قليل أنا عايزة أدعوكم الحقيقة النهاردة عندي فقرات لطيفة جدا جدا في التاسعة فقرة عن المصائف حضراتكم فيه منكم موجود معنا في قاهرة وفيه موجودين في المحافظات وفيه موجودين على بيصيفوا على سواحل كتير المصيف يا ترى أخباره إيه؟ المصيف المصري ده أصله مصيف لطيف يعني فيه حاجة اجتماعية مش موجودة بس غير في مصر والمصريين حالة كده يعني والسينما والحياة الاجتماعية نقلتها بشكل رائع شكل المصيف كان إيه؟ العناوين اللي كانت تكتب على المصيف إيه؟ الحالة نفسها إيه؟ هتكلم فيه النهاردة معاكم في التاسعة هيكون عندي كمان فقرة أخيرة مع الرياضة أنتو عارفين عشقي للرياضة ويبدو أن أنا يعني فريق التاسعة اللي بيشتغل معايا يوم الخميس هخليهم كلهم رياضيين إجباري فإحنا بنحب الرياضة وحنتكلم عن أبطال الكاراتي فنتعلم منهم شوية وندفع عن نفسنا شوية هنكمل معاكم باقي فقراتنا وأخبارنا في فاصل قصير أرجوكم عودوا إلينا يا نهارابيا فيه؟ أنا نسيت أتطلع بطاقة بدل لضاعة أنا أقول لك أنت ممكن تدخل على منصة مصر الرقمية وتطلع من عليها البطاقة دلوقتي أنت سهل جداً أوي أنا كمان بطاقة تضاعت وعايز أطلع بدل فائد ده موضوع بسيط سهلاً أنت أدخل على منصة مصر الرقمية وتطلع بطاقة عادي جداً طب ما تقولي يا باشاً تماما هي سهلة كده من الأول ما عليش والله ما تشعر يا الله حصل خير ولا يهاما كيف يا ريت حضرات بقى تصلح اللعبة عشان نلحق نستلموا البطاقة هلا أنا خلاص خمس دقيقة وتنزلوا إن شاء الله هم الخدمات اللي ما بتنسيش دلوقتي حيتنسي ادخل على منصة مصر الرقمية وطلع بدل فائد أو تالف لبطاقة الرقم القومي أو مستخرج شهادة ميلاد أو وفاة في أي وقت ومن أي مكان ده غير خدمات تانية كتير اتصل على الخط الساخن 15 تلت تسعات أو روح لمكتب البريد اللي بيقدم خدمات مصر الرقمية وممكن الخدمة توصل لك لحد البيت عن طريق البريد المصر أيوة أي خدمة منصة مصر الرقمية حيأسهل لأهلها عبد الرحمن جاب العربية دي إزاي ده كراسة كهرابا وفرم اليد بالزرار كيد مات له عم ولا خال مكسيكي وسب له شقلة فلوس بص الكاميرا 360 شايف العمل بتاع البنزينة ترمى فيها أندريد أوتو أكيد بيت كوين ستة إيرباكس والله ورمشت معاك يا برحمة حد معاك 5 سنية سهلة تشتريها صعب تصدق اللي فيها ام جي فايف سوق في الرفائي تمين يا جدع انت تتجنين يا نا أنا عاوز أزيحوا من حياتي مش كفانا سكت على حوار أمه كفاية باقي هانا أمر مضى إيه وعا ترقى ولا تحن لأي حد اتبع على طول اللي هيررب لمدخل البيت هولع فيه ده ماتي بيت أبويا أنا كوزت واحد ابن ناس عشان ياخدني ويتطلعني لفوق تبعى اللي اتنين يا قادر يا كريم يا ربا لاللي عندك هينزل عندي ولا اللي عندي هيتطلع عندك انت ايه يا شيخ؟ حجر؟ دي هتطبل على دماغك عيدة اللي يمدي إيده على صناية عندي هكترها له وحنجيبه حنجيبه لو مدت ولو شوشت قابلت هقال له عنها إيه؟ وهتقولي لأنا إيه يا عيدة؟ زي ما بتزلي اللي أقل منك ربنا حيسخر لك اللي يزلك اليوم كنسيب البيت ده لوحدة قهرت أمي من اللي عندي؟ قلت قولك الحلم من السبت إلى الأربعاء السابعة مساءً على قناة مصر الأولى عبد الرحمن جاب العربية دي إزاي؟ ده كراس كهرابة وفرم اليد بالزرار كيد مات له عمه ولا خال مكسيكي وسب له شقلة فلوس بص الكاميرا 360 شايفها العمل بتاع البنزينة ترمى فيها أندريت أوتو أكيد بتكوين ستة إيرباكس والله ورمشت معك عبد الرحمن حد وعي خمس سنة سهل تشتريها صعب تسدق اللي فيها MG5 سوق في الرفائي نقابة المهن التمثيلية تقدم مصرح للجماهير مصرح مصرح للجماهير مصرح أنتيكا أكتر من 200 فنان وفنانة بيتشاركوا على مصرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني هنوري إنسفا من التمثيل على زجبيت مصرح نربا قيت من غير أف sustainable ولا دمي في إلينا أخدأ حتطلع إلينا أخدأ حتطلع إلينا أخدأ حتطلع من أبفي مصرح vill 앞에 وضع اللعظة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كل محافظات مصر صوتك حلو؟ حلمك تغني؟ تبقى ستار بتكتب شعر؟ خيالك واسع نفس اقتصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة عرفنا بنفسك وبموهبتك اسمك، تليفونك، محافظتك غناء ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر؟ ارسل اهم ثلاث نمازج من كتاباتك PDF كتابة؟ ارسل قصة قصيرة من ابداعاتك PDF مستعد؟ جاهز؟ اخر معاد للتقديم 15 يوليو نجوم التاسعة، اسهل واسرع طريق تعرض في موهبتك على قناة مصر الاولى زي ما شفتو ده التنويه او البرومو الخاص بنجوم التاسعة غدا اخر موعد للتقديم في نجوم التاسعة حلمك زي ما بنقول طبعا ممكن يبقى حقيقة في اكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء الشعر القصة القصيرة يعني انت موهوب صوتك حلو بتكتب شعر عندك ملكة الكتابة للقصص او الرواية او ايا كان كل ده تقدر عندك وقت من هنا لحد بكرة على صفحة التاسعة على فيسبوك على السوشيال ميديا الخاصة بينا على القناة الاولى زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو على اسفل الشاشة موجود تقدروا تبعا طولنا على طول حلمك ممكن يبقى حقيقة ده اكيد المهم ان انت تحلم ومن اي مكان من اي محافظة في مصر احنا هنحاول نكون طول الوقت معاك ونحقق حلمك وكمان احنا نستمتع بالموهبة المواهب اللي موجودة في مصر دي مواهب رائعة وعلشان كده المواهب موجودة في كل المحافظات واحنا بنفتح الباب لكل محافظات مصر نسمع منهم وده طبعا حيكون حاجة حلوة جدا ان احنا نتعرف عليكم لسه عندكم فرصة بكرة غدا اخر يوم للمواهب وطلق المواهب تقدروا ترسلوا على صفحتنا الخاصة بالبرنامج على فيسبوك القناة الاولى وتقدروا تحطوا الفيديو بتاعكم وكل التفاصيل كمان موجودة العنوان موجود اهو تاني على الشاشة غنى شعر او قصة قصيرة ده مكانكم واحنا في انتظاركم لتحقيق احلامكم طيب تعالوا نروحوا لقصة وعشان تعرفوا انه الانسان لما بيكون عايز حاجة ويبقى عنده ارادة خصوصا لما تكون الارادة مرتبطة بحاجة يعني رغبة دينية محتاجة نفسه ان هو يروح يحج لبيت الله فيعمل ايه بطريقة خاصة جدا ونادرة منها قد رحلة الحج العراقي ادم محمد فريدة الحج بعد ان خرج مشيا على الاقدام منين من بريطانيا الى السعودية تمتخيلين المسافة عاملة ازاي رحلة شقة جدا وطويلة استغرقت منه عشر شهور يعني عشر شهور وهو بيمشي من بريطانيا الى السعودية استقبلوا اهالي مكة المكرمة والحجاج واستقبلوا استقبال كبير جدا رحلة يعني المواطن العراقي العربي ادم محمد تعالوا كده نكلمه ونقوله مساء الخير وتقبل الله والف مبروك النور اختي الكريمة قبل الله صالح اعمالنا ونعملنا ان شاء الله تعالى اولا يعني اخ ادم انا عايزة اعرف يعني الفكرة جات ازاي ان انت تمشي اولا عشر شهور ده كتير جدا والمسافة كبيرة جدا واشرح لي بدأت منين اختي الكريمة اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام للأخوة المصريين كافة الله يحييكم الله يبقى الولاد الحرام مثل ما تقول الف سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل اولا الرحلة الفكرة مش من عندي الرحلة بدأت من بريطانيا الى مكة المكتبة والفكرة كانت من عندي الله سبحانه وتعالى لكن هي اكثر الناس ما يصدقون في الكلام هذه هي الرحلة الله سبحانه وتعالى خلتها الهم اياها خلناها في صدري انا ما كنت اقدر ارفض كل ما ارفض ويضيق بي صدري فانا عرفت هذه الهام الهي وطالب من عندي اسير من بريطانيا انا من المواطن بريطاني اصل عراق تمام اصير من باق بيتي الى مكة المكرمة سيرا على اقدام ودائما دائما نفس الالهام نفس الشعور يجبني انت باستفاعتك ان توصل هناك والله سبحانه وتعالى راح يكون معك وراح يكون دائما وتنتصر وتقدر توصل لك السهالة الحمد لله والشكر الحمد لله بعد 10 أشهر و25 يوم الطول الطريق من بريطانيا اذا تحب اعد لك المدالة اللي دخلت فيهم اتفضل من بريطانيا دخلت الى هولندا ومن هولندا دخلت الى ألمانيا ومن ألمانيا الى نمسا ومن نمسا الى هنغاريا اللي هي مجر ومن مجر الى صربيا ومن صربيا الى بلغاريا ومن بلغاريا الى تركيا وبسبب الحدود المسكر بين تركيا والسوريا التجاد أن أعبر بالباخرة إلى لبنان من تركيا ومن لبنان كمان ما قدرت ما كان باستطاعاتي أن أدخل على سوريا كمان فاضطريت أنا أدخل العرباية اللي أنتم مثل ما حضراتكم شايفينه وكان معايا كلت أنا من فربيا أدخله للأراضي السورية بعون مساعدة أخ سوري الأصل الألمانية الجنسية أجل اللبناني تخليها داخل السوريا وأنا أخذت الطيارة راحت للأردن ومن أردن رجعت إلى حدود السورية الأردنية واتملت الطريق إلى الأردن إلى السعودية العربية أحمد الله وشكله مثل ما أنتم شايفين بالصورة هذا أكيد أنا طبعا يعني بحييك لأن مشوار طويل جدا بلدان كثيرة جدا مريت على بلدان معظمها بلدان غربية يعني محدش برضو عارف على العادات والتقاليد العربية أنا شايفة في الصورة شايفك دي صورك طبعا وانت موجود في الحج بعد الوصول ولكن الصورة وانت بتمشي في الطريق دي سيارة والعربية في عربية وفي عربة كده خشبية هي دي الخاصة كان عليها مثلا أدواتك عليها مياه عليها مأكلات يعني العربة الخشبية دي بالعجلات البسيطة نعم هذه العربة متكونة هي مثلا ميني كارفا يعني في الداخل أنا أنام في الداخل وأطوخ في الداخل وأأكل ومشرب وماكلي كله في الداخل يعني خلال الشتاء هذا الشتاء القارس اللي بتركي طبعا ببولغاريا أنا كنت في الداخل أنام وما أب ولا بردس يعني الحمد لله وشكر الحمد لله والسيارات دي سيارات يعني بتدعمك وتأمنك بس نعم بضبط وإلا ولا شي يعني هما هذه خاصة السيارات هيك يعني في كثير من بلدان يعني سيارات الناس وسيارات حماية من دولة مثلا اللي هي السعودية والأردن والتركيا كان معي بس فقط بالطريقة أنا شايفة في صورة قريبة كده السيارة نفسها البدائية دي اللي هي بالعجلات البسيطة عبارة عن قماش وفيها أدواء أنت سنعطاها بنفسك يعني لأن فيها أشياء كده تحس أنها معمولة باليد يعني فأعتقد أنه السيارة دي مكتوب عليها الرحلة بقى رحلة الحج رحلة السلام نعم مضبوط إلى مكة المكرمة أمن بريطانيا مفروض العربة دي تبقى موجودة في متحف أو حاجة يعني رحلة مواطن أكثر من 10-12 دولة على 10 شهور يعني قصة يعني كبيرة جدا الحمد لله والشكر هذه أنا مثل ما حضرتكم شايفين كانت اسمه رحلة السلام لكن أنا حول السلام إلى رحلة أمة محمد لأن الأمة محمد طول الطريق اللي كانوا معي إجوا مدوا يد المساعدة لإلي فكان نحن لأمة محمد كلنا مشاركين فيها من كافة القوميات من كافة القوميات المسلمين في العالم يعني اتصور حضرتك حضرتك مرات في ألمانيا كان يمشي معايا مثلا 20 قومية آه يمشوا يعني دعما ومساندة يعني نعم 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 أنا الحقيقة يعني مبهورة جدا وبشكرك لأنه الإرادة وأنك تتحمل كل يعني أكيد كان فيه مشاق دول حدود أشياء كثيرة طقس يعني ربنا سلمك وأمنك بصحة يعني بشكرك على يعني رحلة لن تكرر بهذه السهولة بشكرك جدا وتقبل الله منك حج آدم محمد تقبل الله منك وبشكرك ودايما نتابع كل الكلام بشكرك شكرا جزيلا وحج مبروك بإذن الله ويتقبله الله بإذن الله إرادة حقيقة الإرادة بتصنع المستحيل والإنسان ده عنده حاجة غريبة جدا يعني ساعات كده تلاقي ناس إرادتهم ضعيفة يعني مش عايز يعمل حاجة بسيطة يعني يقولك مش قادر وباقي تلاقي ناس تانية أو إنسان تاني بيقهر المستحيل والقصص كثيرة جدا عندنا في مصر في العالم العربي والعالم بشكل عام كثيرة فإذن الإنسان يقدر ويستطيع المهم الإرادة والإرادة دي حاجة جوة البني آدم ما تقدرش تقسها وما تقدرش تعرفها لكن الإنسان هو بس الوحده اللي يقدر يقررها بعد فصل حروح معاكم للمصيف وحخدكم طبعا معايا هنروح لذكريات كتيرة قوي هنروح لحالة حلوة قوي هنروح للمصيف البسيط هنروح للعيلة هنروح لللمة هنروح لحلة المحشي البسيطة اللي بيكلوها هنروح لللب والسوداني والمصيف هنروح للرقي هنروح للمة عيلة ياخدوا في مكان واحد يكونوا في عيشة في راس البر يتلموا في جمصة يعودوا في اسكندرية على السطع الكورنيس هنروح للحالات الحلوة دي مصيفنا كتيرة وقصصها كتيرة والمصيف كان دايماً ليه إيه؟ ليه تعريفة كده وليه ميزانية يقول لك ميزانية المصيف لازم ميزانية المصيف والجمعية بتاعة ميزانية المصيف هم دول المصريين قصص وحكايات المصريين والمصيف رحلة على شواطئ الزمان زمان نحن المصريين بعد قليل في التاسعة شط سكندرية بديعة مصيف الضيف الكتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق مساء الخير مساء الخير جبت حكت المصيف معك؟ صحيح كلها؟ كلها إحنا جاهزين يا أولد المصيف عند المصريين زي ما شفت الأغاني البديعة والسكندرية الدلوعة والمصيف الحلوة من اسكندرية المطروح وبعدين عندنا بقى القسم الخاص بقى بتاع راس البر بورسعيد جمسة وبلطين صحيح يعني عندنا بجد مصيف بحر أبيض 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 يعني هو مجرد أصلا ما تيجي سيرت المصيف لحد بينبسط صحيح بس الصورة يعني فيها كده يعني أجواء يعني صحيح طيب اللي حصل أولا أنت عارف المصريين ده موم خفيف والمصيف عند المصريين فكرة عائلية جدا طلعت إزاي؟ المصيف في مصر بدأ يعني تاريخ طويل جدا أولا إحنا في مصر في قرنة 19 مثلا كان عندنا فرنسيين عايشين في مصر عندنا انجليزين عايشين في مصر عندنا يونانين عايشين في مصر عندنا إيطاليين عايشين في مصر مش بس عايشين لا بيطلعوا صحف يعني احنا مثلا كان عندنا تسع صحف فرنسية بتطلع في مصر صحيح ده في نهاية التقارن 19 غير الصحف الإنجليزية غير الصحف اليونانية غير الإيطالية وبالتالي ده يعبر عن كم الجاليات اللي موجودة الجاليات اللي كانت موجودة الكوزموبولتون اللي موجودة ودول كانوا موجودين في اسكندرية لدرجة فكر أبوزر كاتب الكبير في العشرينات كان كاتب مقال بيتكلم هل يجوز أن مصري يصيب بر مصر أصلاً وعنده اسكندرية يعني الفكرة أنه هو بيتكلم مع أصدقاء لي عرف أنه بصيفه في اليونان الليوم إذا كان اليونانيين بصيفه في مصر بس أنا عايز أقول لك والله حتى اللحظة حتى اليوم مع اختلاف المصر كتير من المصريين يقول لك لا يعني أنا أسافر بعد الصيف لكن الصيف في مصر لأنه عادتنا وتقاليدنا أنا عايز أرجع للعادات والتقاليد إذن الجاليات كانت موجودة وكانوا بيصيفه وأخدنا كتير من عاداته بس المصري البسيط في العيلة اللي بيعمل الجمعية عشان المصيف وده شفناه مثلاً في أم العروسة وشفناه في حاجات كتير ومصيفه عبد الحليم عمله في أبي فوق الشجرة ولما الشباب يطلعوا الأجازات المصيف حاجة عائلية جداً المصيف عندنا من العشرنات كان ليه شكل أن المصيف ثلاث شهور يعني مش مجرد أسبوع أو أثنين أو ثلاثة أو الشكل المصيرين يعرفوا دلوقتي إحنا كان المصيف مجرد ما اللي امتحانات خلصت الناس بيطلع على الصيف لحد المدرسة ما تيجي آه صح وبالتالي فالتسع شهور البقائين بيحوشوا المصيف صحيح فكان طول الوقت فكرة اللي هي تحوشت المصيف دي تحوشها لطلع شهور صح ويمكن أني حتى جاب صورة لشكل المصيف سنة سبعة وعشرين والناس بتجهز يعني يعني مصيف سنة سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين مايوو الرجالي طيلة وكانوا بيحضروا Chill sena 27 وهم بيحضروا للمصيف المصري بالظبط ده كان شكل مايو في العالم الصورة دي بقى هنقف عندها شوية لأنه ده هيقول لحضرتك هو بياخد ايه هو راح المصيف تقريبا ناخد البيت كله بما فيه درامفول يعني بيانتقل بقى يعني يعني بياخد ثلاث شهور وبالتالي فمش بياخد شنطة واحدة ولا اثنين ولا تلاتة هو بياخد كل هو قاعد يصيف تسع شهور عشان ياخد البيت طيب في نفس الوقت احنا كمان على مستوى الدولة الحكومة كمان كانت بتنتقل لسكندرية صحيح صحيح يعني فمكانش في حد كان يقول لك ايه في مثل يقول لك انت حد تخانق مع حد في اغسطس انت فاكر نفسك مين يعني انت في اغسطس وفي الصيف يعني مفيش حاجة وكان فكرة ان حتى اللقاءات الملكية كلها كانت بتحصل فيه اسكندرية في الوقت ده وبالتالي فكرة حتى بالمناسبة لما كنا الناس عايزة تسافر اوروبا بتروح تسافر عن طريق المركب من اسكندرية برضو ويمكن حتى يعني ده حتى رفاعة تغطاوي مثلا كاتف فيه مذكراته انه كان عشان يسافر برضو لازم يقعد فترة في اسكندرية في اسكندرية كانت المنتقل كل شيء الحقيقة وكانت فكرة المصيف جزء من الحياة مش مجرد رفاهية انت بتروح لان الناس احيانا بيتعام مع المصيف لا المصيف جزء من حياة المصريين مش رفاهية في حياة المصريين طب وليل يعني المصري ده برضو غريب يحب ينزه نفسه طول عمره كورنيشي بشويه ترمس ونفس المصري اللي بيتماشى على كورنيش اسكندرية و eternity في المصيف هو المصري بيحب يعني ينزه نفسه يعني ويبقى عنده هذا الجو يعني احنا الحقيقة انا رأي ان احنا علمنا ده للعالم العربي كله احنا العالم العربي كله كان بيسائل في مصر يعني فكرة المصيف في مصر دي مش فكرة بس للمصريين احنا العرب كلهم بيجwer في مصر خلي الحاجات دي تنفع في المصيف صحيح لما نروح المصيف يعني عندنا جمل كده نتقابل في المصيف طب تعالى نروح للمشاهير يعني المشاهير بالذات كان ليهم مش كلهم كانوا بيصيفوا في مكان واحد كل حد بيروح تبقى هو كمان تربى فين فأول صورة السيدة أمو كلسوم يعني الست دي أولا أنا خليني أقولك كده ده كرسي طبعا ده راس البار طبعا راس البار وده غالبا ممكن يكون الجربي أو يبقى مثلا البحر ده هي كده على البحر موجود على البحر هي كانت فكرة المكلسوم راس البار ده من أعظم المصيف في تاريخ المصريين في أربعينات والخمسينات ليه بقى كان راس البار واخد الأجواء ده أولا راس البار لما قردت تفاصيله كان فيه حاجات جميلة جدا أولا كان ممنوع تمشي بعربية في راس البار أصلا صحيح يعني مجرد ما وصلتي أنت بتركين العربية بتاعتك مهما كان اللي هو إحنا بنحلم به دلوقت بالضبط يارب نرجع لراس البار ومكلسوم بقى بحليم حافظ أين كان الشخصية اللي جاية عبدالوهاب أين كان الشخصية اللي جاية مهما كان حجمها ما فيش عربية ما فيش حاجة اسمها عربية لازم مش على رجله وبالتالي فهو معرض يقبل الناس كتير بس هو دي قواعد البلد صحيح العشة في راس البار دي هما لحد الوقت في راس البار بيقولك العشة عشة رغم أنها باقي بالأسمنت بس يليسا بيقوله العشة رغم أن أنا رأي أن العشة دي كانت ممكن تبقى مصدر دخل قومي أصلا طبعا لأنه فكرة أنك تروح تتفرج على العشة اللي كانت فيها مكلسوم أو العشة اللي كان فيها عب حليم أو بالمناسبة حتى لعبت الكرة المشاهير لحد السبعينات يعني كابتن محمود الخطيب كان عنده عشة في راس البار ده عملة سايس ساحل الجديد بقى بالضبط بتعبر عن طبقة اجتماعية مش مجرد عندك عشة في راس البار بتاعتك طيب خلينا ناخد صور تانية لأنه عندنا مثلا هنا الرائع صلاح جهين ودي اسكندرية وده ابنه بهاء جهين ده بهاء جهين آه صحيح هنا هما في اسكندرية ده شكل المصيف اللي في مصر محافظين عليه بقالنا 100 سنة 200 سنة يعني عمر طويل جدا دي الحاجة الوحيدة أنا رأي اللي صمدت صحيح يعني صمود جبار اللي هي العادة بتاعتك المصر بس خد بالك كمان يعني بص الصورة بتاعت صلاح جهين حتى الأبوة والطقس العائلي كان فيه بهجة يعني هنا كان فيه بهجة في الصورة المصيف المصرية من زمان التنوع الكبير ده والناس كانت بتروح كل التنوع ده كان سببه ايه؟ أولا كان المصيف عيلة بتروح مش أسرة صحيح يعني احنا دلوقتي الناس أحيانا بتخلط بين فكرة الأسرة والعيلة لا هو كانت بتروح العيلة بمعنى العيلة يعني الجد والخل والعم والجيران كمان أحيانا جيران الناس صحيح في عشرين تلاتين أربعين بن قدم رايحين مصيف صحيح والعدد الكبير ده ممكن ناس تاخد شقة مثلا الشقة دي ممكن يكون بدون مبلغة فيه ناس نايمة في كل متر فيها أيوة ما هي فكرة اللي هو يقولك المصيف حصرته واسعة ومش مهمة الناس تنام يعني مهمة هما يصيفهم طب أنا عايزة عايزة نروح للأخبار لأن الأخبار كمان بديعة وعنوين الجرائد عن المصيف كمان كانت بديعة هنا مثلا ده خبر يعني الخبر ده فيه حاجة لطيفة جدا ده محافظة اسكندرية ده محافظة اسكندرية ده حمدي عشور وكان عامل فكرة لطيفة للدعاية للسرك في اسكندرية دي حاجة حلوة السرك هيعمل إيه؟ هيمشي ثلاثة أفيال على شرط اسكندرية كل يوم علشان يسلي الناس لمدة ثلاث ساعات آه فكرة إن الفيل هيمشي في الشارع على كونيش اسكندرية كله دي دعاية جبارة دعاية للسرك وكمان بيدلعو الناس يعني هو دلع ما فيش كده طبعا انت هتشوف فيل ماشي في الشارع طبعا الحياة الفكرة دا تقدمية جدا يعني سبقى زمانها في مسألة الدعاية بشكل جبار دا كان سنة كامل دا سنة ستة وستين ستة وستين سبعة وستين وستين كان بتحصل يعني عملها ثلاث سنين وربعة طبعا رغم يعني المصريين حتى في وقت الأزمات ووقت الحروب برضو يعني لم يتوقفوا عن الذهاب للمسي فيمكان المسي في وقتها كان هو الحاجة اللي بتريحهم نفسيا يعني بص هنا الأخبار يوميات الأخبار والمصيف والمصيف والعدوان تكلمني عن الخبر دا الخبر دا دي من الحاجات اللي كانت استوقفتنا جدا فكرة المصريين بعد سبعة وستين أيوة هل يجوز ان احنا نصيف ولا لا دا كان سؤال للمصريين في الوقت دا هل ينفع احنا طبعا النكسة حصلت خمسة يونيو وبالتالي حصلت في الصيف الناس كانت ببتدي هتسافر تصيف وبقى السؤال في الشرع المصري هل يجوز نحن صيف ولا لا والسؤال دا اتطرح بالمناسبة دينيا واجتماعيا وكل الأشكال هم المصريين يحبوا يتطمنوا لأنه نكسة في يونيا ولسه الصيف طويل كويس وهل ينفع نسافر ولا لا ستة وسبعة ما حدش سافر خالص المصريين ما سافروش خالص في ستة وسبعة في سبعة وستين سافروا شهر تمانية في سهر تمانية ابتدى فكرة المصر ابتدت تكتب مقالات على انه لا مصر محتاجة صيف في السنة ان احنا محتاجين نغسل اللي هو غسيل الاحزان اللي هي الفكرة احنا بنقولها دلوقتي عجبني الثقافة الجمعية اللي هو احنا ما نصيفش احنا كشعب فالشعب ما نصيفش عندنا ظلوف الشعب ما يصيفش احنا ممكن نصيف فالشعب يصيف يعني كله على قلب رجل واحد هنا برضو ده اول صيف بعد الحرب جمس ضيعت مستقبلها طيب قبل ما نقول جمس ضيعت مستقبلها تعالى نقول انه راس البره كانت افلة خلينا نقول ايه اللي كان افل وبعد نروح لجمس احنا هنقول الاول احنا 67 لما حصل احنا بقى عندنا ثلاث مصيف كبار جدا اساسيين افلوا افلوا اسكندرية لا اولا اسماعيلية برسعيد السويس التلاتة دول ما بقاش موجودين خلاص مدن القناة صح بالاضافة الراس البره وبالتالي فالكتلة الكبيرة من المصيف ما بقيتش موجودة صحيح فبقنا محتاجين مصيف بديلة كان ايه المصيف الجهزة 62 جمسة بتاعت تعلن عن نفسها اه وبتجذب الناس وتنتي نفس الروح بتاعت راس البر وكده بالضبط وبتدوا الناس تروح بس ما كانش فيه كسافة اه من 67 ل 73 مصر كلها راحت جمسها اه يعني بقى هو ده المصيف البديل بالضبط وبدأت جمسة تعمل نفس البتاع وفطير والعجل والاجواء بتاعت راس البر لدرجة انه 12 خبر سنة 68 لانه ما فيش داعي للناس تصيب بر مصر جمسة موجودة يعني هو ده العنوان اه يعني اوعى تروح بر مصر جمسة في انتظارها بمناسبة انا جاب حتى الخبر ده انه لا داعي للتصييف الخارج جمسة موجودة يعني فكرة انه جمسة وصلة من العالمية يعني جمسة عالية كده طيب حنرجع تاني هستأذن زمالنا مصطفى نرجع اهو الخبر اهو ما فيش داعي اه جمسة مستعدة ولا داعي للتصييف الخارج والناس كان بتروح لخارج فين الناس كانت لا الناس كانت بتروح حوالي اليونان كان بيروحوا اليونان بشكل بس عمة الشعب كانوا بيروح لجمسة بس هو هنا بخطب طبقة تانية وبيخطبهم بايه بجمسة يعني يعني اخطب بالخارج تاريخية ايام وانت لو رايح اليونان تب جمسة مستنياك هتسيب جمسة المين انا عايزة ارجع بقى لخبر تاني يرجع نتاني خبر بتاعك جمسة ضيععت مستقبلها الثياغة الخبرية دي كانت جريدة الأهرام الأهرام بص الصياغة حتى هنا بسيطة شبه المصيف جدا يعني الصياغة الصحفية وقتها كانت زي ما بنقولت زي دلوقتي بردو فيها العنوان اللي يشد والعنوان اللي ممكن يبقى ترند يعني ده كان مفروض وقتها جمس ضياعة مستقبلها ده أكيد لو فيه ترند ده كان يبقى ترند لا هو كان ترند فعلا وكان لمدة 3 أعداد و4 كانت عاملين ملف الأهرام كبير جدا عن المصايف سنة 74 ما بعد الحرب ليه ده جمس ضياعة مستقبلها ضياعة مستقبلها لأنها على مظاهر الست سنين اللي الناس ما قدمهاش اللي جمس خلاص هي إسكندريا طبعا بره للتقييم لأن إسكندريا سبتها معنا طول وقت جمس المصيح في البديل ما طورتش نفسها وبالتالي في بقية الناس مستنية عودة برسعيد وسويس واسمعالية اللي هو يعني اللي هو راس البر رجعت يا أولاد يلا بالضبط وإحنا طول وقت عندنا أزمة في الفكرة دي إحنا طول الوقت المصايف عندنا فيه ترند جديد في المصايف فالناس بتروحوا طول وقت المصيح في موضة فكانت الموضة بتاعة راس البر خلصت بس خلصت بدري بدري جدا نظرة هي فضلت طبعا جمسها مكملة مع الوقت بس ما كملتش بالقوة اللي كملت فيها في 6 سنين دول ف74 خلاص المصرين ابتدوا أول 150 أسرة يروحوا برسعيد وده كان احتفال كبير مصر كلها احتفلت بأنه نتعرف كمان كان بيقال ايه وقتها كان بيقال انه كان فيه نموس شديد جداً محدش ادر عليه يعني جمست ظلمت برضو ويعني يمكن في تفاصيل التحقيق كان مكتوب برضو تفاصيل لي علاقة ده جزء اللي حديث بيه ده صحيح لكن كان جزء من المسألة اللي علاقة بيه الاستثمار في البنية السيئة الاستقبال الناس بشكل أفضل الحاجات اللي كانت متوفرة في رأس البر مش متوفرة في جمسة رغم انه عملوا القرية السياحية في جمسة وحاولوا يعني صحيح طيب احنا يعني اكيد هنروح فاصل بس السينما كمان دعمت أماكن بعينها جد يعني مثلا شاطئ الزكريات فبقير ده فيلم وفيه مارسة مطروح طب تمام طبعا مارسة مطروح اسكندرية طبعا أكتر سينما في اسكندرية يعني اللي هو بقى سلاسي أضواء المسرح سينما ومسرح وحليمه وناس كتير وكده مطروح شاطئ الغرام فيلم عمل مطروح يعني يقال ان الفيلم عمل مطروح واللي يدحك ان الفيلم تصور في الشتاء صحيح وكان جزء من يعني ماهدي الدعاية الجبارة اللي كانت طول الوقت بتساند بيها السينما والمسرح يعني مصرح الصيف ده المصرح اللي في المصيف مفيش أسرة صيفت ومراحتش مصرح في المصيف أنا كنت بحبه مصرح الصيف ده لازم الناس لازم تروح يا السينما يا المصرح والسينما أنت عندك السينما كمان تلات أفلام سينما الصيفي سينما الصيفي دي كانت حاجة ننام ونقوم بس بس انروح واخدد بالح عليك ... الناس كيف بتخرج من البحر يعني تخلص البحر الساعة خلاص مع المغرب تروح من الساعة سبعة لحد الساعة ثلاتة بالليل هم جوه السينما او جوه المصرح يا سينما يا مسرح بس بس كان فيه تقس لطيف العيلة والسينما والثقافة والمسرح يعني أنا عجبني مثلا هنا موسم اسكندرية مضروب أم ناجح أم ناجح أم ناجح ده كان على إيه كان وقت إيه ده كانت برضو ما بعد بعد الحرب وكان الكلام حوالين أنه هل اسكندرية هتستفيد من الزخم ولا التوزيعة الجديدة اللي هتحصل أثرت على اسكندرية لا الحقيقة موسم اسكندرية فضل ناجح يعني اسكندرية فضلت محافظة على ريادتها وبقت حفلات أم جلسوم انتقلت لسكندرية بشكل كبير صحيح كان فيه مسرح محمد عبدالوهاب صحيح وكان حتى الحروبات مسرح سيد درويشتع برضو والأوبرا ويعني الناس في مسألة اسكندرية دي يعني أنت تيجي فيروس تغني لسكندرية فكرة اسكندرية يعني العلامة العربي كله غنى لسكندرية صحيح وفكرة أنه التغزل في اسكندرية وجمال اسكندرية دي مسألة مش مصرية بس دي مسألة عربية طب هقولك على حاجة كمان بلتيم آه طبعا يعني بلتيم دي علشان كمان كان المغامرون الخمسة بتكتب القصص اللي كانوا يقرؤوها الأطفال وقتها يعني اللي هو والأحداث ففيه ناس راحت بلتيم من وراء قصص مكتوبة نشوف الفكر كان بيحرك الدنيا فين هو ده جزء بالمناسبة من صناعة الثقافة في مصر انت طول الوقت الثقافة عندك بتقود المشهد في المسألة دي سواء الثقافة بالمناسبة بيعي فيها الفن يعني ده جزء من تسقيف المصريين المسألة دي سواء على مستوى ان انت بتلاقي المغامرون الخمسة بتأثر وبتخلي الناس تروح تخد مغامرة في بلتيم وتشوف بلتيم شكلها عامل ازاي والتفاصيل دي خاصة انا كانت منافس برضو قوي جدا اللي جمسة وفضلوا سبعينات وتمينات مكمليين مع بعض لحد ما ابتدت برضو تطلع مصايف بشكل مختلف وبتدت مدة المصرف تقل يعني احنا كنا جايين من ثلاث شهور في العشرينات والثلاثينات روحنا لشهر في الخمسينات والستينات بقت في السبعينات أسبوعين شوية كملت معنا في التمانينات أسبوع في التسعينات الناس عرفت ريحي اليوم الواحد صحيح الناس بقيت فكرة انت تروح وترجع فايد زهور فايد بقى وسمع ليه مثلا فيلم لحن الخلود فاتن حميمة وطبعا الفيلم معمول على بلتيم والحاجات يعني السينما كمان ساعدت في نجاح مصايف كتير وكانت جزء من تكوين السينما انها بتصور في مصرف يعني انت لو عندك مثلا 40-50 فيلم في السنة هكيف مع الأل الخامسة بتصور في مصرف انت كمقرخ شايف انه السينما سينما المصايف بقى حنقول اللي هي كانت سينما الأبيض ويسود وشوية من الألوان قدرت تنقل المصايف نقلة ولا السينما اللي احنا بنعيشها دلوقتي قدمت ولا ما قدمتش للمصايف لا السينما زمان طبعا قدمت أكثر اه طبعا يعني وإحنا عندنا على فكرة أحيانا كدير كنت هو مقصودة يعني مقصود ان انا عايز انور المكان الفلاني وده طبيعي هي كمان السينما كانت اجتماعية فكرة العيلة فكرة المصيف فكرة البلاج فكرة المنقذ يعني كل ده كان بيخدم أجوال المصيف لا وكل تفصيلة في دورة عملها أفلام يعني كل تفصيلة في الحاجة بتقولي ده في أفلام البطل فيها بيقابل البطلة على الشط في أفلام بينقذ حياتها في أفلام يعني فكرة بتدور أحداثها كلها في اسكندرية في يعني تفاصيل المنقذ ده ليه تفاصيل كتير في الأفلام خليني أسألك بشكل يعني وانت كاتب صحفي هل حياة المصريين ما زالت موجودة في المصيف بأشكال وأخرى وتراجعت الثقافة والسينما وراء والمصريين لسه موجودين في المصيف بس لسه حفا بقت زي ما هي كده احنا شايفها ولا الثقافة تراجعت شوية والفن بشكل عام السينما ما بقاش الأغنية يمكن يعني حفلات الحفلات هي حفلات صحيح يعني ده كلام الأغنية قدرت أن هي برضو تفضل موجود تصمد أنا رأيي طول الوقت الحاجات كانت محتاجة تتطور كتر من كده يعني كان محتاج صناعة السينما في المصيف تبقى متطورة كتر من كده مسألة المسارح المسرح يعني مثلا كان طول الوقت الفنانين أنا عندي مصرحات إيه في الصيف السنة دي صح كان لازم بيعنده مصرح ولازم بيعنده مصرح في الصيف صح احنا يعني يمكن الوحيد اللي بيحاول يزوق في المسألة دي هو مثلا الفنانين أشف عبد الباقي هو اللي بيحاول يعمل مصرح في الساحل وبيحاول يعمل موجود طول وقت صح عشان يرجع نفس الطقس لكن الطقس ده كان موجود أنه لا أنت عندك مصرح سامير غانم موجود وعندك طبعا مع حفظ القابل الجميع وعندك عدد الإمام موجود وعندك بالمناسبة محمود عبد عزيز كان بيعمل مصرح في وقت من الوقت صح وعندك عدد كبير جدا من الفنانين سيد صالح بيعمل مصرح عندك سيد زيان وأحمد بدير يعني عندك مسارح مختلفة حمد نجم صح وكل دول موجودين في وقت واحد أنت عندك على الأقل عشر أو خمسشر مصرح مصرحين موجودين في وقت واحد متنقلة يعني زي ما بدأوا يعملوا أعتقد شفت خبر فأسيوت من يومين سينما الشعب أنا سعيدة جدا بالأخبار دي جدا أولا أنا رأي أن سينما الشعب دي بداية هيلة جدا ليه حاجتين لعودة السينما وعودة المصرح مش للسينما بس في المصرف لأن إحنا عندنا فكرة يعني أنه زدخ فكرة أنه عندنا المصرح قوي في المصرف أنا شايف أنه هيبقى في إقبال جبار لأنه في جمهور صحيح أنت في جمهور هائل تاريخيا الجمعية اللي بتعاملها ليلة للمصرف خلصت ما بقيتش موجودة ولا بلها أشكال أخرى لا موجودة طبعا موجودة موجودة بس هي على حسب الطبقة الاجتماعية أولا هي الجمعية دي كانت في وقت كبير جدا مرتبطة بطبقة المتوسطة تحديدة ويهي طبقات الأدنى طبعا بس الطبقة المتوسطة حتى الحاجات اللي دلوقتي ممكن يتفرجوا علينا بيتحكوا منها زي أنه ممكن يبقى 20-30 واحد في شقة واحدة بيتجمعوا فيها صعب أن حد يقدر يعمل ده دلوقتي لكن ده كان تقصي بالمناسبة من أنه بيقل الفلوس الجمعية صح اليوم كان في الستينات مثلا بجنيه فأنت بتقدر مثلا الشهر بتلاتين جنيه فأنت بتقعد تعال نرجع الستينات فأنت بتلموا من عدد كبير عشان نتقلل الفلوس أنا بجد مستمتعة لأنك خدتنا في زمن حل زمن جميل ومزار المصيف موجود ومعلينا أن نحق لنفسنا هذه الأجواء الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبقول لكل مشاهدينا أنا بحب كل الغنى زي ما قلت قدقيه وصف يعني لما تدخلوا كده اسكندرية وتسمعوا فيروس شط اسكندرية شط الهوى روحنا اسكندرية ورمينا الهوى المصيف موجود وبيرمينا طول الوقت علينا إحنا اللي دايما نؤرخ ونجد كمان توصيف لمصيفنا حتى لو كان في عشرين اتنين وعشرين مكملة معكم الفقرة التالية مع الكاراتي أرجوكم معنا الكاراتي يعني رياضة الكاراتي رياضة مهمة ومصر الليها تاريخ كبير وقديم نتكلم من الف تسعمية اتنين وسبعين مصر بتحقق الحقيقة نجاحات كبيرة جدا وأول مرة تاخد البطولة للدرجة الأولى وتحقق الذهبية كان الف تسعمية خمسة وسبعين رياضة الكاراتي بعد طبعا دورة البحر المتوسط الحقيقة حققوا إنجازات كتيرة جدا أنا عايزة نبدأ على طول ونتكلم ونعرفكم على أبطال مصر في الكاراتي خليني أرحب الأول بدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصر الكاراتي مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك وأرحب بالعابة الجميلة ريم أحمد مساء الخير يا ريم وأيضا معايا اللاعب يوسف بدوي مساء الخير يا يوسف واللاعب عبدالله ممدوح مساء الخير يا عبدالله أهلا بكم وحمد الله على السلامة ومبروك على كل حاجة مبروك لمصر مبروك لمصر دايما نكلمني عن الدورة دي وعلى الإنجازات يا دكتور والحمد لله رب العالمين كان احنا بقى حوالي خمس سنوات دخلنا في حاجة اسماء الرنك الدولي بالنسبة للاتحاد الدولي عامل حاجة اسماء الرنك عشان نوصل للأولمبيات فكان عندنا هدف أساسي وهو الإعداد للأولمبيات في توكيو من أربع سنوات وإحنا بنعد للأولمبيات والحمد لله وصلنا بأن الخمسة يوصلوا يتأهلوا أنهم يمسطلوا مصر في الأولمبيات فطبعا عشان أوصل للرنك ده لازم أشترك في أجندة اتحاد الدولي فكان عندنا حوالي عشرين بطولة في السنة معدل كل ثلاث أسبوع بطولة خارجية فكل الشباب اللي قدامك دول اشتركوا في ناشاط الاتحاد الدولي بالكامل كل مرة بيجيبوا رنك أعلى لحد ما النهاردة أصبحوا مصنفين رقم واحد على مستوى العالم فده ساعد ان احنا نبقى أول إفريقيا ساعد ان احنا نبقى أوائل العالم ساعد ان احنا نبقى أوائل في الأولمبيات في دورة العب بحمد المتوسط في جميع البطولات بنقودها الحمد لله رب العالمين إنجاز فوق الخيال لم يحدث التفرة دي في اتحاد الكاراتية طبعا السابق الأساسي هو دعم الدولة نمرة واحد اهتمام فخامة الرئيس بالألعاب الفردية الألعاب رديع متن وبالفردية أخص وخصوصا اللعبة الكاراتية لأن تكريم الشباب دول أكتر من مرة إدى دفعة كبيرة إنهم دايما لبقى الشباب للعبة نفسها بالذات إدوا دفعة كبيرة إنهم لازم يحققوا ذاتهم ويثبتوا ذاتهم ويثبتوا أنهم أول عالم عشان خاطر يتكرمهم في فهمة الرئيس عشان خاطر معالو وزير الشباب رياضة يقابلهم كل مرة في المطار ويدعمهم فدي حاجة في حاجة ذاتها عملت نقلة للرياضة المصرية الحمد لله مثلا على سبيل المثال يوسف قدامك ده لعب يعني موهوب بطريقة فوق الخيال يعني في خمس شهور أما يجيب أول عالم في خمس شهور في أول مدليات خمس مدليات زهبية في خمس شهور ده حاجة إنجاز لم يحدث في تاريخ الرياضة عمتا صحيح فده الحمد لله رب العمي بنسبة للعالم كله إنه مصر قادرة إنها تصنع صحيح وبرضو نفس الوضع الكابتن عبدالله ممدوح من الناس اللي هي أحسن لعب وصنف في العالم ورقم واحد على العالم ده برضو إنجاز كبير جدا لمصر البنات عندنا بسم الله ما شاء الله كان أول زهبية في مصر في الأولمبيات في ريال في ريال في تاريخ الأولمبيات المصرية بالكامل زهبية الإمرأة فهي كانت في ريال والحمد لله ريم والبنات كلهم عندنا أوائل عالم خدنا زهبية العالم في الجماعي كوميتي في دبي في طولة العالم في شهر 11 شهر الفات ده إنجاز كبير يحدث لتحدث أكيد بتستعدوا الفريس قريبا بنستعد للشهر خليني أروح مع يعني بما أننا معنا بنوتة حلوة فنبدأ بالبنات ريم ريم قوليلي يعني الكاراتي أولاً شكلك ما يقولش أبداً لعبة بكل الأرقام اللي بتحقق إيها فقوليلي اللعبة دي إيه اللي استهويكي إن أنت تبقي لعبة كاراتي هو أنا يعني أنا بدأت من صغيرة منو أنا عندي سبع سنين تقريباً كان أخوي أكبر مني كان بيلعب كاراتي فكنت حبيت اللعبة وحبيت إن أنا أخش وأكمل يعني والحمد لله كملت وحقات من شرجعك في البيت؟ لا بصراحة كلهم كانوا بيشجعوني ماما وبابا وأخويا كلهم كانوا بيشجعوني يعني إن أنا أكمل حتى في الدراسة وكده وأيام سنوية عامة كانوا كلهم بيشجعوني والحمد لله حققت برضو بطولات أثناء سنوية عامة يعني الحمد لله كلهم بيشجعون وكنت يعني بتذكري وبتلعبي رياضة وبتتفوقي يعني يعني اللعبة كانت بتاخد قد إيه وقت منك؟ يعني إحنا مثلاً في المعسكر بنتمرن تمرينتين أو ثلاث تمرينات في اليوم كل تمرينة ساعة ونص وطبعاً في النص بقى لازم يعني قاعدة الدراسة لازم أن أنا أقعد ذاكر ولو عندي متحانات بارجع مثلاً أحضر عشان أنا بمسكندرية فبارجع مثلاً أحضر المتحانات وارجع تاني المعسكر بس أه وتكملي خدت أنت في الضياف البحر المتوسط صح؟ كلميني أهو أنت موجودة أهو على الشاشة كلميني عن الميداليا بتاعتك طبعاً الميداليا ما كانتش سهلة أنا لعبت مثلاً تاني مطش مع بطل التركية دي مصنفة الأولى على العالم بطلة عالم فبالنسبة لي المطش ما كانتش سهلة خصوصاً أن أنا لعبتها مرتين قبل كده وخسرت منها فأنت عارفاها فأنا عارفاها وهي عارفاني كويس وأنا زي ما قلت حريك أنا خسرت منها مرتين قبل كده فكما من نسبتي تحدي أن أنا حكسبك حكسبك بالضبط والحمد لله قدرت أن أنا أكسبها المراضي والصورتك والميداليا من وراء الشاشة يعني الإحساس إيه يوسف لما بتروحه أنت واخد ذهبية في البحر المتوسط إحساس إيه وانتو خلاص داخل وبتحقق وعارف أنه هتاخد الذهبية وحيبقى يا إما يرفع على مصر أو السلام الجمهوري الإحساس بيبقى عامل إزاي هو كل بطولة وليها إحساس مختلف طبعا بس البطولة دي بالنسبة لنا كلنا أو بالنسبة لي بالأخص كانت بالنسبة لي مهمة جدا يعني من بداية ما روحنا كان أول لما نزل الورق كان بالنسبة لي ورقتي كانت صعبة جدا بالنسبة للعيبة من أول ماتش كان الدنيا عندي صعبة لعبت أول ماتش مع لعب توركي برضو زي ريم اللعب ده يعتبر كان تالت أولمبياد وبطل كبير يعني فمن أول ماتش لتالي ماتش مع بطل المغرب أنت ما شايفينك أهو على الشاشة أو أنت بتحيي أنت بتبقى بتذاكر يعني بتذاكر مين المنافس بتاعك أو الناس بتذاكروا الناس دي قبل ما بتسفروا يعني أكيد في المعسكر بنجيب اللعب المصنفين ونشوف الحلول معها ده البطل التركي؟ لا ده الفاينل مع سربيا ده الفاينل مع سربيا اللي أنت فزت عليه أه التركي كان أول ماتش وأنت خلصت عليه بادري بادري أه الحمد الله وبعدين دخلت على سربيا بقى ده كان بعد الإصابة إيه أعصاب اللحظات دي لأن دي المباراة الأخيرة أصعب لحظة في المباراة دي كانت إيه؟ لا الفكرة كلها مكادش في الماتش كان قبل الماتش في السيمي فاينل خدت ضربة في دماغي عملت لي غماء وطرينا أن نروح المستشفى بين السيمي فاينل والفاينل آه ده ما فيش يوم يعني لا ده نفس اليوم نفس اليوم كان فيه ساعات يعني بينهم حوالي ثلاث ساعات بس هنا الإرادة بقى يعني طبعا أن أنت عايز تكمل يعني بالزبط فكان فيه خطورة مثلا يقولونك ما تكملش هم كانوا رفضين لغاية ما نعمل التحليل والأشعة عشان يطمنوا أن أنا أعرف أنزل تاني على المرأة تارعف تنزل ولما انزلت كنت متخوف أن أنت هنا في وقت الإصابة دي آه ده آه وأنت وقتها كنت متخوف أنك ما تقدرش بقى تحقق يعني أنت مع الإصابة جبت الميدالية كمان آه لا إحنا كنا يعني مصررين أن بعد ما ناتجة الإشاعة طلعت أن إحنا ننزل على الملعب يعني وعلعب الفاينتون مين اللي بيشجعك وبيبعمك في البيت؟ آه بابايا ومامتي وأخويا آه أخوات عاملين شغل برضو كويس طيب عبد الله قولي بقى أنت من الناس المهمين جدا واللي حققت ميداليات والتكريم بتستعد ازاي يعني بتبقى حلمك كل بتبقى قبل مثلا البطولة تقول أنا عايز أعلي التصنيف بتاعي أنا عايز أحقق ده بتستعد ازاي غير الاستعادات الخاص بالتدريب يعني والله هو يعني كلما النتائج بتزيد والمداليات بتزيد والألقاب بتزيد المسئولية بتزيد والصعوبة بتزيد يعني إحنا دلوقتي مصنفين الأول على العالم مصر أحسن بلد فكراتي على مستوى العالم فبالنسبة لنا أي لعب يلعب قدامنا بيبقى حريص زيادة بيبقى مستعدة أكتر فالموضوع بيزيد صعوبة فبيحتاج مننا مجهود أكبر يعني بعيدا عن التمرين محتاج تركيز مئة في المية في المعسكر طول الوقت تركيزي كله في الملعب تركيزي كله في البطولة أحسسك حلو أنت داخل كده وأنه بلدك صورك هي موجودة عبدالله عشاشة أحسسك كده أنه بلدنا أحسن بلد بتلعب قراتي في العالم إحساس مختلف صح؟ نعم طبعا إحنا أحسن ناس في العالم في الكراتي فده بيبقى إحساس بيستقبلكوا إزاي يعني بيبقوا بيتعاملوا معاكم إزاي مصر دخلت يا جماعة مصر جات بقى نعم إحنا لنا اسم كبير جدا جدا في الكراتي من زمان وبنطورس الاسم ده طبعا وهنفضل نورسه وإحنا يعني هنفضل أحسن بلد في الكراتي طبعا أنا هرجع هنا لدكتور يعني يقول لي يعني كتير فيه ألعاب كتير يتمنوا يكونوا أحسن حاجة في العالم وما بيحققوش يعني إزاي بتقدروا تجمعوا الشباب وإزاي بتقدروا تكملوا والمنافسات دي عشان تحفظوا على التصنيف بتاع مصر دي وإحنا الحمد للرب العالمين بقى أن خمس سنوات بنعمل منتخب الناشئين والشباب والواحد وعشرين سنة والكبار معسكر دائم طول السنة رغم أن بطولة العالم لكبار كل سنتين وطولة العالم للشباب كل سنتين ولكن احنا بنعمل الفرق كلها معسكرات دائمة والمنتخب شغال لمدة سنتين متواصلة عشان خاطر نبدأ يبقى فيه كوادر حتى بتطلع من الشباب لكبار يبقى فيه استمرارية موجودة يمكن بهارنا السنة دي أن احنا في طولة العالم جبنا مديلتين ذهب خدنا مركز ترتيب تاني بالنسبة للأسوياء والزاوي اللي همم مركز أول عام سوال العالم بفرق مديلية عن اليابان الحمد لله بالعامين كان الواحد فخوري أن اللي جابه مديلتين ذهب يبقى من العناصر الجديدة كمان مش الناس الأولمبية فقط لعناصر كمان مكملة لها ده دليل على أن فعلا فيه تكملة للجهاز وفيه عناصر بيتورس العناصر زي ما بيتكلم كابتا عبدالله أن بيورسوا بعض على أساس خاطر نوصل لدايما نكون سباقين ونكون قواء العالم اشتراكنا في جنة اتحاد دولي بالنسبة للدور العالمي الكبار بخلاف كمان الشباب والناشئين بيساعد على أن اللعب المصري اللي عندي يبقى له رنك في الاتحاد الدولي ويبقى على طول شايف البلسات الدولي شكله إيه ويقدر يستمر ويقدر يحقق ذاته يعني النهاردة احنا نصنفين في الكبار رقم واحد وأيضا في الشباب والناشئين الرنك بتاع أولادي كلهم في الشباب والناشئين رقم واحد لأن كلهم بيشترك ونشترك بأكبر بيع سرياضية على مستوى العالم كراتي لكل دول العالم مصر أكبر فريق بيشترك في كل البطولات الدولية حدث بيعرف يقرب جنب الفريق المصري وده بهر العالم كله وبهر رئيس الحد الدولي الناس كلها فخورة بمصر فعلا كل الدول بلا ساسناء فبيعملوا ألف حساب لمصر وبعدين اللعب بتاعنا بيمنازل فعلا عارف أن اللعب اللي قدامه يعني عايز يستطيعه بأي طريقة على أساس بيقول أنا غلبت مصر ولكن في البداية والنهاية المحصلة كلها لا مصر الأول بلا جدال أنا عايز أسألك يارين يعني إحنا برضو مشاهدين ومتابعين التميز بتاع اللاعب المصري واللعابة المصرية في الكاراتين يعني إيه اللي بيميزكو عن المصنفين العالميين يعني إنتي مثلا عن بنت من سربيا من تركيا من أي بلد أوروبية إيه اللي بيميزكو يخليكو الأوائل إحنا أسكى منهم إحنا بنشتغل على نفسنا على طول بنشوف مثلا إيه خطأنا بنحاول أن إحنا نعدلها زي ما دكتور دهراوي قال إحنا شغالين معسكرات طول السنة ما ظنش أن فيه بلد شغالة زينا كده معسكرات طول السنة إحنا ما بنوقفش معسكرات ما بنوقفش تمرين مش عشان البطولة خلصت مثلا نريح لا إحنا على طول مكملين البطولة خلصت بنشوف التارجلت اللي بعدها إمتى نبدأ نشتغل عليه هم حطين خطة وماشيين عليها فده اللي بيميزكو عن باقي العالم طيب يوسف بتحس إنه يعني إن الكاراتي بتبقى سعيد إن الناس بقى العامة الشعب يبقوا عارفين إن أنتوا يعني جايبين الميداليات الكتيرة الحلوة دي والناس سمعيكم ولا بتحس إن فيه تأثير برضو إنه فيه ألعاب تانية الناس بتتبعها أكتر يعني بالنسبة للعيبة المصرية الفكراتي لا الواحد بيبسط إنه هو بيبقى مثل لهم وكل واحد فينا بيجي له حتى رسائل من لعيبة إنه هو إنه هم قد إيه مبسوطين بينا وإنه قدين إنه هم نفسهم يبقوا زينا فإحنا بنبسط إنه إحنا مثل لهم وإنه هم بيبقوا بيشتغلوا تلعيبة أجنبية أو لمصرية لا فيه مصريين وفيه أجنبسار بأتكلم عن المصريين يعني المصريين بيبقوا نفسهم يبقوا زينا فده حاجة بتبسطنا جدا كالعيبة عبدالله إيه اللي نفسك تحققوا يعني إيه اللي نفسك يتقال عليك إيه اللي نفسك أنت كلاعب تعديه كل لعب في الرياضة بيبقى عنده حلم كده يعني عايز يوصل لحاجة معينة هو للأسف يعني الكاراتي مش موجود في الأولمبيات مرة ثانية طبعا الحلم الأولمبي بدا أحزننا على فكرة الحلم الأولمبي أكبر حلم لأي رياضي طبعا فطبعا ييجي بعدها بطولة العالم ودورة لعب بحر المتوسط أنا معي فضت عالم وفضت دورة لعب فإن شاء الله شغال على إن شاء الله ذهب عالم ودهب إن شاء الله دورة لعب بحر المتوسط فإنت يعني عندك إنت ما بتتعاملش غير مع الدهب يعني دليل إنا مصريين ما بتتعاملش غير مع الدهب طب برضو يعني دكتور هايز يسأل طبعا إحنا كلنا زعي لنا جدا إن كاراتي مش هيبقى موجود في الأولمبيات ورغم تقدم مصري يعني يعني عندنا لعبات تانية إحنا مش متقدمين فيها مفيش أمل إن ده ممكن يرجع هو موجود في أولمبيات الشباب 20-26 وإن شاء الله في 28 في أكبر هيكون نتجا هيرجع إن شاء الله لإني مساعي من كل دول العالم من الاتحاد الدولي من اللي جاء للأمبية المختلفة إن إن شاء الله في 28 هيرجع تاني بس الميزة اللي بيتميز مصريين زي ما سألت أحداتك لهم إن فعلا أولادنا فعلا بيبقوا مقاتلين إن هما لازم يجيبوا الدهب لازم يرفعوا على مصر يعني على سبيل المثال في دوات العراب العالمية في أمريكا لسه رجعين بعد مباشرة الجزائر بتلتة يام سفروا وبعدها بتلتة يام بالزبط على أمريكا والصفر رحلة ساقة ورغم ذلك جاب دهب يتغلب أو ماتش لكن عنده إصرار إنه هو يوصل ويجيب الدهب تاني لأنه نظام دوري في اللعب ووصل فعلا وحقق إنه هو لعبة لحد النهائي ووصل للدهب يوسف على سبيل المثال ما خد ضربة قوية وكان اللجنة الطبية بتقول ما يلعبش والحمد لله المهندس الشامحاتها بتواصل وأثر على إنه هو يدخل يعمل علاجه ويجيب دهب عليهم ده حاجة نفتخر بها كلنا ونرفع لهم القبعة ونقول فعلا إن المصريين لو عندهم إرادة بيحقوا كل حاجة أكيد أوليلي يا ريم بتحلمي بإيه؟ أنت بنت مصرية رياضية متفوقة بتجيبي مندليات لبلدك حلمك إيه؟ حلمي بطولة العالم برضو إن شاء الله أول عالم أنيسات إن شاء الله أول عالم أنيسات بتذكري مين؟ يعني مين اللي انت خايفة منها؟ مين البلد اللي انت خايفة منها؟ نا ما فيش بلد معينة احنا بنعمل حساب لكل الناس زي ما كل الناس بتعمل حسابنا؟ بتذكري المصنفين العاليين في العالم هل بيبقى فيه تواصل أحيانا بينكم وبينهم لما بتلعبوهم؟ ولا ما بيتبقى منافسات بس؟ نا بتبقى منافسات بس نا ما بيبقاش فيه تواصل طيب هنا برضو عايزة أرجع أسألكم عن يعني التحكيم والناس لما بيبقوا عارفين إن أنتم مصر اللي هي أقوى حاجة في العالم بيبقوا منصفين معاكم وبيبقوا دعامين ولا أحيانا برضو ممكن يبقى فيه ظلم؟ زي بقيت الألعاب التانية بنسمع؟ أنا شايف إن لما بيقى العيب متميز في ميزانه الحكام بتبقى مركزة إن هو يحسبوله الضربة المزبوطة بالضبط فلازم يكون ضربة سليمة 100% عشان تتحسب يعني بشوفها إنها يعني ميزة وعيب الحكام عارفين اللعب بس لازم يلعب ضربات سليمة 100% عشان تتحسب آه يعني يعني ممكن مثلا حد تاني يجملوه يعني تقصد أو يعني ساعات آه ساعات فاللي هو المتميز ده بيدفع 8 تمييزه طول الوقت بالانتباه يعني بالضبط إيه أصعب موقف قبلك في آخر في البحر المتوسط أو اللي قبلها اللي كنت في أمريكا إيه موقف صعب قبلك؟ هو ممكن النهائي كان في دارة البحر المتوسط اللي خسرته ممكن عشان ضغط الجمهور يصلها صغيرة والجمهور قريب قوي من الملعب فالموضوع صعب والجمهور طبعا أثر بشكل كبير يعني علي كان جمهور إيه؟ جمهور الجزائر جمهور الجزائر في الجزائر آآ في دارة البحر المتوسط يعني يعني الموضوع صعب هي نحنothy من انتباهك الجمهور الساحرة يعني بينجمهور قريب قوي في الكراتين يعني قريب قوي آآ الصالة كانت صغيرة في الجمهور قريب قوي من الملعب في طبعا regret بأثر عليها وبأثر على المنافس وبأثر على الحكام فالأجواعballs كانت صعبه أكيد عليها و على سمادي كله لكن عدتها لا وللأسف خسرت النهائي بس الحمد لله ربنا كرم في أمريكا طيب أنا برضو عايزة ألا هنا في الجمهور هنا لما بلعبوا في مصر بيبقى فيه جمهور داعم فيه ألتراسكراتي وفيه جمهور فيه جمهور داعم بسبعا بسبب كورونا في الفترة اللي فات ما كانش فيه جمهور لكن احنا عندنا ان شاء الله بطولة عربية في آخر شهر السبعة نحشد فيها الجمهور المصري أساسي وعندنا برضو دورة عالمة في شهر يناير بإذن الله يعني الانتحاد الدولي بدأ يبص المصر بطريقة كويسة إن أربع بطولات دولية في السنة بتيجي مصر حاجة إنجاز كبير فهندعو فيها برضو نحشد جمهور المصري عشان برضو يتفرج على أولاده ويتفرج على المصريين وشجعهم طبعا إذا كان مؤثر كده زي ما عبدالله بيقول يعني يشجعهم طبيعة الحال بيأثر ريم على المستوى الإنساني الكراتي مهمة للبنت المصرية ماشي كده في الشارع مفيش حد بقى يقرب لا هو أنا أصلا محدش بيصدق أن أنا بلعب كراتي يعني شكرا بسلت مش ممكن حد يصدق يعني بيتعملك حساب يعني هو عمد أن الكراتي بيديني سكو في نفسي يعني ده في أي حاجة في حياتي يعني وشايف أنه بيأثر علي يعني يعني بتحس أن أنت معاكي الحامي بتاعك أنت يعني أنت تقدري تحمي نفسك يعني استخدمتي مرة إنسانيا بصراحة لا لا بس بس حاسة أنه هو أمان يعني بتبقيش قلقانة يعني في بنات مثلا من سنك بس ولعبوش كراتي بيتشكعوا لما يشوفوكي يعرفوا قصتك يعرفوا نجاحك هو أنا عمتا كل الناس اللي تعرفني وبتعرف أن أنا بلعب كراتي بيبقوا كلهم مبهورين بيا حتى مثلا في كلية لما محدش بيعرف أن أنا بلعب كراتي لما بيعرفوا بيبقوا شايفيني تضيح حاجة كويسة أن أنا أنت كلية إي أنا ما عرفتش كلياتكم أنا كلية هندسة هندسة يعني هتبقي البش مهندسة اللي عابت الكراتي هتبقي قسم إيه؟ أو أنت قسم إيه؟ قسم إنتاج إنتاج طيب يعني عندنا بش مهندسة هنا في الكراتي كلهم ما شاء الله كلكم مهندسين؟ كل ياتكم أنت إنتاج برضو أنت مهندس برضو إنتاج لا حقوق أين جمس حقوق يعني محامي يعني يعني دراسات مختلفة بعيدة تماما برضو حسأل نفس السؤال بتعريم الكراتي برضو بيديك إحساس إيه أنت في المنطقة اللي ساكن فيها في البيت في العمرة واسع بقى ده لعب الكراتي جايع آه أكيدا يديك برضو آه الناس في المنطقة يعني فرحان يعني أنا أصلا كل ما رجع من أيب طول كابتن يوسف جي واسع بقى كابتن يوسف فراح كابتن يوسف جي فالمنطقة لأ الناس كلها عارفين يعني في المنطقة هل هل بتبقى حاسس مبسوط أنك مثلا الولاد صغرين يسألوك عايزين نبقى زيك يا كابتن عايزين نلعب كراتي يعني بيفرق؟ آه بيفرق إن إحنا بنحس إن إحنا فعلا بنأثر عليهم وإن إحنا حاجة كبيرة بالنسبة لهم إن هما إن هما نفسهم يبقوا زينا فده بالنسبة لنا حاجة بتفرحنا جدا عبدالله إنت ما بين الحقوق وما بين الكراتي يعني مسافة كبيرة قوي بتجمع ما بينهم إزاي؟ هو أكيد الموضوع صعب طبعا في أي دراسة مش في الحقوق بس يعني يعني معظم السنة الأولوية للكراتي لأنه البطولات كتير وعلى بعض بس في وقت الأولوية بتبقى للدراس طبعا فترة الامتحانات والكلام ده الكراتي في احتراف؟ يعني شبه احتراف ولسا احتراف أو في مصر بالذات لسا بدأت موضوع الاسبونسر والكلام ده لسا جاي عشان الأممبياد أعداد بسيطة للعيبة لعب أوتين في احتراف في العالم؟ لا مفيش احتراف مفيش احتراف يعني دول بس هي البتلعب لكن مفيش مثلا لاعب من بلد تانية زي الكورة زي الهنبول زي الحقوق لا تحتم حجمينها شوية ومتحجمة على العالم برضو شوية آه متحجمة يعني هي لعبة محلية أكتر منها آه مستقبل الكراتي في مصر رايح فين؟ مش عايزة اقولك لو فيه احصائية موجودة فعالية كراتي رقم واحد في مصر في عدد الممارسين رياضة كم بقى العدد تقريبين؟ يعني احنا عندنا في سجلات الاتحاد عندنا على السيستم مليون لعب كراتي مليون؟ مليون لعب كراتي مليون لعب كراتي في مصر؟ في مصر على السيستم متسجل على السيستم متسجل مليون لعب وده أكبر أكبر رقم بالنسبة للألعاب الرياضية العمر راضي بالكامل. مش عايز أقول لحدك أن فيه طفرة كبيرة حتى في البنات بالذات في مرات الواجهة القبلي. فيه وعي وثقافة كبيرة مختلفة. يعني ما عمل دورة مداربين في المينيا ويحضر فيها 80 دارس ودارسة إلى مثلا 50 لبنات و30 للرجال. في سعيد مصر. والميزة لو دخلت أي مركز شباب أو نادي بتلاقي كل أولياء أمور رايحة تتابع التدريب وتتفرج على أولادها. اللعبة الوحيدة اللي فيها أولاد أمور أكثر من اللعبة يتفرجوا على التدريبات بتاعتهم. ففيه وعي وثقافة كويس أول من ناس بك. هل هل هم محتاجين حاجة أكثر من الاتحاد من الدولة؟. أعطي السبونسر لكل واحد من دول أنه فعلا النتائج اللي يعملونها. حد يتبنانهم؟. طبعا. لازم. رجال أعمال شركات. لأن النالة اللي تنقلوها والنتائج اللي يحققوها. ما توابدتش في الرياضات بالكامل. اللي هيحققوه السبونسر. يعني اللي هتبنى الشباب دول. ممكن يعملوا ايه أكثر؟. ما تنسيش أنه هو معنى أن يجي له سبونسر. السبونسر نفسه هي السفيد لأن الاتحاد الكاراتيك كبير كعدد نشاط بطولات. لو جمعنا نشاط الاتحاد أنا بعمل ثلاث بطولات. يعني بتقولها في الأسبوع تالي تيام. في خمس محافظات فوقت واحدة. يعني خمستاشر يوم في الأسبوع. فأنت لو سبونسر من كل محافظة يتبنى. مين بيشتغل على الموضوع ده? الاتحاد والوزادة الشباب والرياضة؟. الاتحاد بتشغل معاه وبرده بتعاون مع وزادة شباب والرياضة. يعني بدلا نتحرك في الموضوع ده. بحيث أن احنا نجيب رعاه للاتحاد ورعاه للعيبة بالموضوع. اه أكيد. ان شاء الله. كلمة أخيرة تحب تقولي. تقولي إيه للبنات اللي عمرهم ما لعبوا كراتي. أشجعهم طبعا أن هم يلعبوا. ولعبة بتضي ثقف النفس جدا. وبصراحة أنا شايفة أنها مش بتأثر خالص على الدراسة. بالعكس. أنا واحدة من الناس بتخليني أن أنا قادر أن نظم وقتي بشكل أحسن كتير. بس. يوسف بعد الميديليات دي أهديت الميديليات لمين? الوالدي والدي وأخوي. عشان أكيد بيتابعوك وبذل مجهود. عبد الله نفس الحكاية؟. أكيد طبعا لعيلتي ومدربيني وكل الناس اللي هو في الجنبي طبعا. أكيد. أنا فخورة بيكو جدا. الحقيقة. والكاراتي دي حاجة حلوة جدا. ويعني أعتقد أن هي رياضة. إذا كان فيه مليون لعب على السيستم مصري بيلعبه كاراتي دي حاجة يعني حلوة مبهرة. أنا بشكرك جدا يا دكتور. بشكركم كلكم. ويتمنى لكم التوفيق. ودايما إلى الأمام. دكتور محمد الدهروي رئيس تحاد الكاراتي نورتنا. واللعابة ياريم أحمد نورتنا ياريم. ويوسف بدوي وعبد الله ممدوح نورتونا. وألف مبروك على الدهب على كل الميداليات اللي عملتوها. مبروك لك. بشكركم ونورتونا مشاهدين إلى هنا ينتهي خميس التاسعة. ولكن التاسعة دائما تتجدد كل يوم معكم بأخبار وفقرات وتفاعل بيننا وبين مجتمعنا المصري. هذا هو التاسعة. غدا تلتقون مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم. أما أنا فألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. تصبحوا على ألف الخير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر